السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحلل الاختبار الثاني صفحة 98 من كتاب سلاح التلميذ الصف الخامس الابتدائي السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات الموضوع اي ما يلي يمثل معادلة ايه في دول بمثل معادلة عندي ايه اللي بيمثل معادلة اللي هو علاق التساوي المعادلة اللي هي تمثل علاق التساوي يعني فيه علامة اليساوي في المعادلة يبقى معادلة هي يبقى علاق التساوي لا يوجد thi برداد الدولة هنا هنا مفيه يساوي من بس سويات يبقى معادلة سؤال والمضاعف المشترك وm3 بالتسعة طبعا لازم افك التلاتة وفك التسعة الاول التلاتة دي اف ايه التلاتة تلاتة في واحد والتسعة تلاتة في تلاتة هخلي التلاتة تحت التلاتة وما لاش حد التانية اخليها بر وفي المضاعف بنزل كل الاعداد هنزل تلاتة وهنزل تلاتة يبقى عندي تلاتة في تلاتة بتسعة اي الاعداد التالية ليس عدد اولي ايه هو العدد الاولي اللي له عاملين اثنين فقط أنا عندي الاتنين دي لها عاملين اتنين فقط يبقى اولي ليه ليه اتنين في واحد يبقى لها عاملين يبقى ده اولي السبعة سبعة في واحد ده عاملين يبقى ده اولي الخداشر برضو خداشر في واحد يبقى الخمستاشر ما هياش اولي ليه علشان الخمستاشر دي تلاتة في خمسة وخمسة وواحد في خمستاشر واحد في خمستاشر يبقى لها أربع عوامل يبقى ما هياش أولي السؤال اللي بعد وصل الرقم أربعة إذا كان 2417 جزء من ألف ناقص C بيساوي 248 جزء من ألف فإنه قيمة C بتساوي هنا المجهول هنا في المص بين الرقمين وقبله يساوي قبل ناقص يفضل زي ما هو طرح ما غيرش إشارته لو هو زائد أغير إشارته يبقى طرح لو هو زائد أغير إشارته لكن لو هو ناقص والمجهول بين الرقمين يفضل طرح زي ما هو هطرح هاخد الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير وهبدأ أقول له 7 ناقص 8 ما ينفعش يتوبى السبعة دي 17 والواحد ده 0 17 ناقص 8 يديني 9 0 ناقص 4 ما ينفعش يبقى السفر ده 10 10 ناقص 4 6 الاربعة دي بقى الثلاثة وثلاثة لت مقص اتنين واحد جتل على ما نزلها اتنين مقص صفر هي نفسها الاثنين يبقى الاختيار رقم ألف سؤال الثاني أكمل ما يلي العامل المشترك العامل المشترك عين ميم ألف للعددين اتناشر وعشرين عايز المشترك للاتناشر والعشرين هاخد الاتناشر وهحلل هفك الاتناشر ايه فيه الاتناشر تلاتة فاربعة التلاتة ده أولي فبفكها زمهي والاربعة مش أولي هفكها تنين في اتنين كده أنا فكت الاتناشر يقول الاتناشر تلاتة فاربعة التلاتة أولي بكتبها تبقى اللي مش أولي أفكه الأعداد أولين طيب وعندي العشرين تعاني فك العشرين عندي عشرين أربعة في خمسة اللي أربعة اتنين في اتنين واكتب الأرقام تحت بعضها تبقى الخمسة خليها برة طالما ما لهاش حد هنا هاخد المشترك يعني اللي متقرر فوق ومتقرر تحت عندي هنا اتنين متقرر فوق وتحت وهنا اتنين متقرر فوق وتحت يعني 2 في 2 باربعة 2 في 2 باربعة يبقى العامل باربعة العدد نقاطه وعوامله الأولية هي 3 3 5 الوقت عايز العدد عايز العدد هضرب العوامل الأولية في بعض يديني العدد هضرب 3 في 3 بتسعة والخمسة في 9 بخمسة واربعين يبقى العدد اسمه 45 من مضاعفات العدد 4 عايز مضاعفات العدد 4 هقول له 0 واربعة أزود 4 يبقى 8 مضاعفات العدد 4 يعني بنزود 4 تعالي ندخل على السؤال الرقم 3 اللي هو التوصيل صل كل فقرة بما يناسبه المضاعف المشترك ميم ميم ألف للعددين عايزة المضاعف للميم ميم ألف للعددين قدي التلاتة نفك التلاتة 3 في 1 ونفك الخمسة 5 في 1 ما فيش هنا خمسة خلصة الله حبر وهيخد المضاعف يعني بنزل كل الاعداد هنزل التلاتة وهنزل الخمسة يبقى التلاتة في خمسة هنزل التلاتة وهنزل الخمسة وبالتلاتة في خمسة في خمستاشر يبقى هووصل بـ سؤال اللي بعده تلاتة في في بيساو خمستاشر وعايز كلمة فيه اللي ضربته فيه التلاتة في خمستاشر التلاتة في الخمسة يبقى هووصل التسعة بالألف صح أم خطأ ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخطأ عوامل العدد الثمانية هي اتنين واربعة وتمانية طبعا عندي الواحد في تمانية والاتنين في اربعة هو قلي فقط يدي من عواملها آه بس أنا عندي ناقص كمان في عندي الواحد من عوامل الثمانية ايه في ايه بديك تمانية عوامل العدد الثمانية يعني فك التمانية ده قحصل ضرب ايه في ايه يديك تمانية الواحد في تمانية بتمانية والاتنين في اربعة بتمانية يبقى هو طالما قلي فقط في أعداد تانية يبقى هو اليجابة خطئة. المضاعف المشترك الاسغر للعددين. تلاتة وستة هو ستة. خلاص لازم نفكر الاول. قد التلاتة. التلاتة تلاتة في واحد. والستة. اتنين في تلاتة. قد التلاتة تحت للتلاتة وخلي الاتنين بشار. هو عنازفرة. يعني هنزل كل. هنزلل التلاتة وهنزل مين? الاتنين. عنازف هنزل التلاتة وهنزل الاتنين. تلاتين باخد واحدة بس 3 في 2 بستة والإجابة ستة بحوة إجابة صحيحة السؤال اللي بعده 3 وتسعة من عشر زائد F بيساوي 4 و 23 جزء من 100 هنا العلامة زائد هقلبها ناقص وهجيب اللي بره ناقص اللي جواه هجيب اللي بره ناقص اللي جواه هقوله 4 وتلاتة و 23 جزء من 100 ناقص 3 وتسعة أجزاء من عشر وهضط صفر هنا علشان أساوي العلامات وهد أطرح 3 ناقص صفر هي نفسها 3 2 ناقص 9 ما ينفعش وبالتنين دي 12 والاربعة دي تكون 3 12 ناقص 9 تلاتة جت العلامة نزلها 3 ناقص 3 صفر وبالإجابة صحيح السؤال الخامس أوجد العامل المشترك عامل مين ألف ومين مين ألف للعددين ستة وتمانية طيب تعالى نفك التمانية دي التمانية ودي الستة التمانية اتنين فاربعة والاربعة مش أولي هفك الاربعة اتنين في اتنين طيب الستة اتنين في تلاتة ما عنديش تلاتة خليها بر هاخد العامل مين ألف اللي هو المشترك عامل مين ألف باخد المشترك بس إيه المشترك عندي اتنين باخد اتنين واحد في حاجة تانية مشتركة لا يبلعين هي الاتنين طيب مين مين ألف باخد كل الأعداد عندي اتنين هنزل واحد عندي كمان اتنين هنزل عندي كمان اتنين برضو هنزل وعندي تلاتة هنزل يبقى في الموضوع باخد كل الاعداد اللي موجودة معادة اللي متكرر باخد منها واحدة بس اللي متكرر باخد منها واحدة وهبدأ اضرب اللي 2 في 2 ب4 واللي 2 في 4 ب8 وال3 في 8 ب24 يبقى ميم ميم ألف بتساوي 24 السؤال اللي بعده صنف الجمل الرياضية التالية الى معادلات او تعبير رياضي او ليست اي من هؤلاء المعادلات اللي فيها علامة التساوي ايه هنا الاعداد اللي فيها علامة التساوي اللي هي دي دي كده اسمها معادلة يبقى سبعة وخمستاشر جزء من ماء زائد خمسة وتمانية جزء من عشرة زائد تلاتة وواحد وعشرين جزء من ماء بيساوي ان ده معادلة في حاجة تانية بتساوي علامة التساوي ايوة يبقى عند تسعة وتمانية من عشرة ناقص 6 علامة 3 يساوي 3 وخمس أجزاء من 10 ده كده المعادلة يبقى دة وده طيب تعال انشوف التعبير الرياضي لمفهوش علامة التساوي عندي ده ما فيهاش علامة التساوي يبقى 3 واربا أجزاء من 10 ذا عدي الأم ده تعبير رياضي وعندي برضه ده ما فيهاش يساوي يبقى 148 ناقص 38 و145 ده كده تعبير رياضي ليست بقى أي معادلة ولا تعبير رياضي دي اللي هي ايه التعبير اللي هو بالعربي لده مريم اتنين ونص وهتكتبه هنا لده مريم اتنين ونص كيلو جرام من التفاح واربعة خمسة وسبعين جزء من مأة كيلو جرام من المانجو اخر سؤال اكتب معادلة لتمثيل المسألة الكلامية التالية باستخدام متغير سمح لها صندوقان مجموعة قتلية هما اربعة عشر وستة اجزاء من عشر كيلو جرام ازاي كانت قتلة الصندوق الاول تمانية وخمسة جزء من مأة فما قتلة الصندوق التاني انا عندي صندوق الاولين منهم تمانية وخمسة عشر زودت عليهم يعني الاثنين مع بعض الدونة 14 وستة من عشر الاولين تمانية وخمسة جزء من عشر هو عايز التاني ممكن اقول له تمانية وخمسة عشر جزء من مأة زائد اي انا زودت عليه ايه معرفوش اللي هو الاكس بيساوي 14 وستة اجزاء من ايه من عشر واجيب له قيمة اكس او ممكن اخذ الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير واقول له بيساوي اكس يعني اقوله 14 وستة اجزاء من عشر ناقص 8 و 15 جزء من 100 بيساوي X ونجيب محل برضو قيمة X تعال نحل قيمة X الأوقتي هقول له 14 هجيب اللي بره ناقص اللي جوه المجهولة عندي في النص أو في بره لما يكون الأشعر زائد بقلبها طرح 14 و 6 أجزاء من 10 ناقص 8 و 15 جزء من 100 تعال نشوف العلامات الأول مش متساوية هنا علامة بعد رقمين هنا علامة بعد رقم هحطه 0 وهبدأ أطرح 0 ناقص 5 ما ينفعش وبالصفر ده 10 10 ناقص 5 5 الستة بقت 5 5 ناقص 1 4 جات العلامة أنزلها 14 ناقص 8 6 يبقى عندي قيمة الـ X اللي هي قتلة الصندوق الثاني هقول له قتلة الصندوق الثاني بتساوي الـ X بتساوي 6 45 كيلو جرام كده احنا حالينا الاختبار الأول والتاني صفحة 98 و 99 و 97 برد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة